موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهل في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وموعد يتجدد مع برنامجكم الأهل ينتخب خلاص الأهل ينتخب كلها كم يوم الجمعة الجاية إن شاء الله الأهل بطموحات أعضاء بوعي جمعيته العمومية برغبات جماهيره بمتابعة الملايين له ينتخب مجلس إدارة جديد يقود النادي للأربع سنوات القادمة إن شاء الله تكون سنوات فيها كل الانتصارات والفرحة والسعادة لجماهير النادي الأهل والأعضاء الأهل ينتخب زي ما قلنا لكم بارح اختتمنا سباق المرشحين استضفنا كل من رغب من السادة المرشحين في الحضور من خلال نافذة قناة الأهل والتحدث للجمعية العمومية تم تنفيذ كل رغبات السادة المرشحين اللي طلبوا الحضور وبدأنا الصمت الانتخابي بدأنا الصمت الانتخابي من خلال قناة الأهل فلا حديث عن المرشحين أو عن الدعاية الانتخابية فقط ستخص حلقات الأهل ينتخب ابتداء من الليلة ولحين انعقاد الجمعية العمومية زي ما قلنا لكم يوم الجمعة ان شاء الله فقط للحديث عن قيمة الجمعية العمومية صاحبة الحق الاصيل تاريخها جايب الوعي ده كله منين ايه سبب الحرص الدائم عند الجمعية العمومية للنادي الاهلي على مسندة الاهلي في كل الظروف تقريبا جمعية لم تخز الجماهير الاهلي ابدا طوال تاريخه جابت الجمعية هذا الوعي منين تطور مراحل الوعي فيها اتباعا مصادر التأثير على وعي الجمعية العمومية كان بيبقى ماشي ازاي هذه السقة المتبادلة دايما ما بين الجمعية العمومية والجمعية العامة اللي استلح عليها جمهور الاهلي باعتباره الجمعية العامة للنادي الاهلي في كل مكان فاذا كانت الجمعية العمومية للنادي الاهلي هي صاحبة الحق الاصيل هي لها حق التصويت فالجمعية العامة للنادي الاهلي وهي جماهيره في كل مكان لها حق المتابعة والاهتمام والترقب والدعاء والمسندة والدعم وكل حاجة تدفع للنادي الآلي ومسيرته للأمام خلاص الإدارة التنفيذية للنادي تقريبا انتهت من كافة الترتيبات اللوجستية بشأن العملية الانتخابية تم الانتهام من تصميم الخيمة الانتخابية رعيت فيها زي ما أكد لنا الدكتور سعد الشالة بالمدير التنفيذي تنفيذ كل الاشتراطات ما يتعلق بالتباعد بالاشتراطات الاحترازية بتعدد أماكن الدخول والخروج تسهيل وتسهيل عملية الدخول والخروج بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتسهيل حضور السادة الأعضاء لمقر النادي في الجزيرة يوم الجمعة تم الاتفاع على تخصيص صحات الانتظار في كل الأماكن المحيطة بالنادي كما تم أيضاً التفاع على تسهيل حفلات من مقرات النادي سواء من مدينة نصر أو من التجمع أو من قصد من الشيخ زايد علشان ينقله السادة الأعضاء الرغبين في الحضور تباعاً ده بالمناسبة دي لوحة السادة الأعضاء اللي ليهم حق التصويت انتو عارفين ان اللايحة النظام الأساسي للنادي بتدي العضو اللي يسدد الاشتراكات الحالية أو اللي قبلها حق التصويت فبالتالي قبل 8 أيام من انعقاد الجامعية العمومية بيتم إعلام قوائم السادة الأعضاء اللي ليهم حق التصويت واللي بالمناسبة قد يصل عددهم إلى حوالي 180 ألف عضو 180 ألف عضو من أعضاء الجامعية العمومية ليهم حق التصويت جمعية العمومية للنادي الآلي كان دايماً وأبداً عندها حرص كبير على الحضور كثير ما سجلت الرقم القياسي في عدد الحضور فالنادي الآلي عنده هذا التطلع أن جمعيته العمومية هذه المرة تسجل نفس الرقم تسجل أرقام عالية في الحضور تؤكد على ثقتها الكاملة في حقها في انتخاب من تراه زي ما قلت لكم حلقات الآلي ينتخب من اليوم وحتى انعقاد الجمعية ستتخصص فقط للحديث في الشأن الانتخابي العام دون دعاية لأي مرشح وأيضاً دون الدخول في أي تفاصيل عن العملية الانتخابية الحالية لكن أعتقد هي هتكون حلقات مهمة جداً للنظر في أشياء كثيرة مهمة هنطلع لفاصل بعد الفاصل هيكون معانا ضيف أنا شخصياً وحشني وأعتقد وحشكوا أنتو كمان بعض الفاصل أهلاً بحضراتكم من جديد والأهل ينتخب وزي ما قلت لكم قبل الفاصل هذه حلقات تتحدث فقط عن الجمعية العمومية للنادي الآلي صاحبة الحق الأصيل للحديث في كثير من التفاصيل عشان كده ولأهمية الحدث ولأهمية التوقيت زي ما قلت لكم قبل الفاصل كان لابد أن يكون ضيفنا واحد من قلب الحدث شاهد تاريخي على تفاصيل كثيرة جداً في الجمعية العمومية من خلال مقاعد متعددة لكن أهم بجانب ده المهم جداً أنه حد كان أنا شخصياً وحشني وبالتأكيد هيكون وحش حضراتكم شوان تسعد لي أهلاً بيك أهلاً يا صاد إبراهيم أنا سعيد أن أنا موجود ضيف معاك في قناة النادي الآلي هما فعلاً يعني وحشتني القاعدة وحشتني أن أنا أخواتي بالجمعير خصوصاً جمعير الآلي وأعضاءها العاملين في الزرط أنا بشوفه تملي بيبقى زرط تاريخي حانت خلاص يعني الأسبوع ده والأسبوع الجاي نسعد ونتواصل إن شاء الله بإذن الله بشمهندس تبعت الفترة الانتخابية اللي فاتت أهدى شوية من سنين كتيرة هي مختلفة مختلفة طبعاً أهدى كتير طبعاً شوية أسهب اللي فاتت دي على طول واحدة من أسخن الجامعيات العمومية في تاريخ النادي الآلي اللي فاتت ده السامة كان بيعمل دعاية في مراكب في النيل ما هو ده جزء من الاختلاف إن حجم الدعاية وحجم مخاطبة الأعضاء بقى انتقل إلى خارج أسوار النادي بقى مخاطبة الجماهير أنت بتشوف في كل الأندية دلوقتي انتخاباتها بتلاقي اللي هي يعني أنت بتخاطب مين بالأوت دورز دون لكن هو نتيجة إن نمو الجامعيات العمومية طبقى أعضاء الجامعات العمومية يعني موزع على الأحياء وموزع يعني هو عايز إن شاء الله من كل ألف واحد واحد ما عدي يبقعده جامعيه عمومية على الكوبري يشوفه الموضوع تنقل نقلة كبيرة طبعاً المرة دي الهدودة سببه إيه في تفسيرك سببه أنت لو رجعت لطبيعة الجامعيات العمومية منذ أن عصرتها في السبعينات يعني أنا وعي بالجامعية العمومية ابتدى في 72 72 72 أول مرة يتعامل إن يبقى فيه أعضاء طاعت السن فكابتن عمان قابلني ما كنتش أعرف وأنا كنت يعني ليه أنشطتي في كنت تحت السن وقتها كنت تحت السن وكان ليه أنشطتي الإدارية في النادي كسكرتير لعبة ومش عارف إيه فلقيت الكابتن عمان قال لي تعرف ما هم يقول لكش تفاصيل يبتسيم لك كده وهزي دماغه ويكادي كل ما بيبصلكش جاهز جاهز نفسك أخويا جاهز نفسك أخويا قلت له لإيه مش في دماغي خالص نحقول لي عشان تترشح لمجلس الإدارة أه خير يا كابتن مجلس الإدارة قلت له مجلس الإدارة إيه هل لي ما فيه تلاتة تحت السن أه كل الجامعية العمومية حفظة بعض وأسرهم كانت 2000-2500 واحد أي بيتردد منهم معظمهم آه فكنا التسعة اللي نازلين أي عارفين بعض بالإسم وبنلعب كلهم كورة مع بعض آه مختار أبا زعلي عبدالقيع على محرم الراغب على عبدالجيد محمود على رحمة الله عليه السلام الكفراوي على مش فاق يعني آآ آآ عمر الحميدي والجامعية دي أنا يعني أنا بقى طول النهار في النادي طول النهار مع فرق تنس طولة أعرف أعضاء كتير فكت حاسس باطمقنان آآ رغم من ثقة للأسماء المترشحة بس يمكن أنا ومحرم الراغب ساعتها كنا أكتر ناس لينه اكتيفيتز جوا النادي آآ اللي نجح فيها كابتن محرم والمتشار عبدالجيد محمود بتاع السن كان جلال عز كان جلال عز هو في جمعية نجح فيها عمجين محمود لا واعتقد ان المختار ابوزي نجح هي دي لانه دول اتنين استقالوا لاحقا مع كابتن صالح لما حصلت المشكلة تضاملوا مع كابتن صالح واستخال انما هو جمعيتين وراء بعض الجمعية دي انا من اطمئناني جالي مشوار اسكندرية قبلها بـ 48 ساعة فروحت ابويا كان محطول تحت الحراسة وقتها وعايز ازورو في اسكندرية وارجع قبل انتخابات بيوم الترماية بودرين ده انا قاعد بجيب للجورنال واعد في الترماية بودرين ده ما حاجة تبقى حاجة مختلفة في اسكندرية ياخدني لحد المنشية انزل مش عارف اروح سينما اتغدى اعمل حاجة قريت عنوان في الاخبار الموافقة مجلس الوزارة شباب توافق على اتنين واربعين مرشح من قصل تلاتة واربعين الله فانا اه كان وقتها وجيه ابوازة عنده مشكلة اه فاعتقدت انه هو يا مختار انا بقى ايه على مختار ابوازة اه زعلت او مختار ده كان من اقرب الناس الا قلبي افتكرت ان حصل اعتراض عليه على الظرف بتاعه وجيه ابوازة بقى را تحت بقى اعتذار عدل القيع اعتذار عدل القيعي اعتذار عدل القيعي الو ما اعرفش انا اعتذار تلمي اعتذارولك نزلت اه على محطة مصر نروحش البيت اه طبعا طبعا أبقلني يا الله رحمه أمين شعير وأنا كنت حكيت قصة زمان وأنا سكرتير تنس طولة أن أنا كسرت الصالة وبنتها وهو قال لي أنت فكر النادي بتاعك كل اللي في دماغي بقى أنه هو يعني بيردها لي أنه قدم لي أمين بقى؟ مين الله؟ قال لي اسكت تعالي تعالي ورح وقيدنا في القضاء وقافل وكان قربنا قال لي لأ أنا اللي اعتذرت لك فأنا بسط له بأي حق قال لي بحق أنه عشان ما يتقلش أنه أنت تشال قلت له وانا هتشال ليه؟ قال لي أبوك يد مش كان تحت الحراسة قلت له إذا كان رئيس الجمهورية اه قدالنا حقوقنا ورد اعتبارنا وقال ما فيش حرمان سياسي وما فيش قال لي لا 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 كان فيه نية كده كان فيه كلام طلعت من عنده طب خلينا أقول بس الجمهور بالذات الحديث العهد شوية دي وقتها الحراسة كانت على الاقتعائيين كبار القوم في مصر عشان ما حدش يفهم أنه كانت الحراسة لأسباب لا كان جمال عبدالناطة في ظل الإصلاحات اجتماعية في الثورة كان رو يعيدهم مالس نواب وشهوك وبتاع فهو خد السياسيين الأداءة بالضبط حطهم تحت الحراسة فده كان ظرف ثوري خاص بتلاتة عشرين وتحفز على عملاقكم عشان ما يقدروش يعني يتصرفوا بأي طريقة فيه روعه أو روع اللي بيحميه يعني أن دي يعني هي دول اللي ممكن يعملون من الحركة وهي ابتدت بعد الانفصال أيه مع سوريا المهم جاي معي معي محسن عبدالرحمن كان كابتل نادي الغالي بكرت اليد رايح فين قلت له رايح أقابل الدكتور سوفا بوطان وزير الشباوات ولا صفي الدين صفي الدين صفي الدين أبو العز روحت وانا مدخن السكرتير بقالي قلت له أنا عايز أقفل وزير دلوقتي حال قال لي الوزير مشغول قلت له مش ماشي غير لمية مية بيم طاله يعني رئيس الجمهورية يردلنا اعتبارنا وهو يشلني من الانتخابات بيقولوا اعتذار أنا ما اعتذارتش عايز أقوله أنا ما اعتذارتش ويرجعني للخير في ظل تقاعد يابراهيم بقت الساعة خمسة بعد الظهر واحدين قال لي يا ابن انت قاعد ليه طاله أنا مستني الوزير قال لي الوزير روح قتالي فيه بيطالي بيطلع على الأسنصير تروح منه روحت بقى وانا ايه خلاص التخابات بعد بكرة لقيت مختار قبضة جامع الشباب تمانية التانين يقول لهم هنعمل ايه بعد استبعاد عادل شوف بقى الروعة احنا تسعة عايزين مننا تلاتة عشان اللي بقولوا لقى لفوق الجميع دي جينات يا عام صحية لقيت مختار قبضة قاعد احنا كلنا لابن نعتذر هنبعد دلوقتي اعتذرنا من المنافسين تخيل اللي يبين نازلين ضد في الانتخابات صحية الله عن نفس وهم ابتدوا يسخنوا مع الفكرة طبعا قلتلهم انتو بتعملوا ايه قال لي حنعتذر لحد الوزير يا يرجعك يا كلنا منسحبين الله قلتلهم طب انت عارفين حيحصل ايه اه اعتذرك وده مش حجيب نتيجة اوعى تبتكر انكم بتضغطوا على حد بهذا الاعتذر ام حيب اعتذر ادبي امام الرأي العام لكن حيروح معاين ثلاثة شباب ام بمزاجه هو والنادي الاعلي ما تعاين لهش حد هم عايزين يعتذروا عشاني وانا بقول لهم انتو تعتذروا عشان ما يعيش حد وكنا صغيرين اللي الناس اللي بتتكلم اه تحت السن انت بتتكلم تحت السن اه ومشت الانتخابات ودخلت اللي بعديها وربنا وفا ما رجعوكش في ال لا لا رجعت امتى بقى بقى خلاص بقى هو يعني ما انت حتروح كمال حتقوله هيقول لي نجالي اعتذار باسمك حقوله مزور لما فكرت فيها لقيتني ان 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 دفعت شوية ان انا روح اشتكي ان انا ما قدمتش اعتذار هيقول المال ده من اللي بعثه فهتبقى برضو الادارة هي اللي قدمت تسقطها فيها دي وخلاص فادي واحدة توريلك انك انت كمرشح بتحب النادي الاهلي همك النادي الاهلي مش همك انت ومصلحتك ايوه انا كان احسن حاجة البالونة تكبر والدنيا تحس بيها تشوف انت همك النادي الاهلي وحتى المنافسين وهم المهم النادي الاهلي وزميلهم وزميلهم ما يبعدش وزميلهم اللي هم عايزين ينجحوا عليه عليه ها بس ينجحوا في انتخاباتنا زيهة اه اه ما يقصاش ما يقصاش ازاي انت توقف نادي ده كده ما تتعلمش كل يوم حاجة هم فانا قادي اول درس اخدته وانا مرشح تم اقصاء هم وخلاص خلصت من جوايا وما بقيت في ظهر المجلس وبقيت في ظهر النادي وبقيت مكمل زي ما أنا طيب عايز اعوف معك بس في الحتة دي لانه دي محتاجة تفسير اجتماعي شوية التفكير بهذا الشكل سواء من المرشحين زي بيلك او منك انت او حتى المناخ المحيط ده النادي الاهلي جاب هذا الانطباع وهذا السلوك هل دي اخلاق علية القوم وقتها هل دول الاباء المؤسسين هتشداني لو قلتلك وارغن السادة المشاهدين يصدقوا مش بلغو حديث يعني او تفاخر اه والله العظيم ثلاثة كلنا كنا انا مش شايفين ان فيه حاجة تانية ولا شايفين ان احنا بنعمل حاجة يعني لا سموه اخلاق ولا علية قام شايفين بصرف طبيعي ده ده اللي ما ما شفناش غيره في النادي الاهلي محدش كان بيحط مصلحته في اي موضوع لعيب اه اداري عضو نادي اللي كان بيتقلنك اعضاء نادي ما كان غير قابل للمناقشة انت تعلمت بقى النادي مش كنا شايفين كنا شايفين ان هو ده التفكير الساد ده الطبيعي لما خدنا خطوة لورا شوية والدنيا تقدمت بينا وشوفنا المجتمع اللي حوالينا لا ده احنا كنا عايشين في فوقاعة المبادئ والاخلاق والجينات اللي انت بتقول علينا انا انا تفسيري النادية دي اخلاقيات نبلاء وبشوات مصر داخل اسوار النادي وقتها والله هي يعني انا انا انت عتقول بشوات مش قصد مش قصد التصنيف الاجتماعي لكن هم دول دي الطبقة المؤسسة المفهوم اللي تباني عليه النادي الاهلي اه اللي محدش جرؤ يغير فيه حاجة اه اللي بمختضيات وقالية العصر انت النهاردة ثقافتك ما بتبقاش بيتك مدرستك نديك لا بقت التليفون اللي عمال يحدف لك السوشير بتاعتك عامل وانت يعني كلنا قدمنا هزه هزه القالة اللي عينات بتشوف فيها وتنتقي منها اللي انت عايزه وبرضه بتنتقيها تبقى اللي اللي تعلمته صحيح فده كان اول تجربة لما جينا انتخابات 76 كان الكابتن صالح مستقيل من المجلس السابق وانا كنت في كندا ورجعت قبل الانتخابات بشهر ونص كده فحضرت الدورة الانتخابات الانتخابات ورجعت فلما رجعت قاعدين بنتكلم قاعدين بنتكلم فوجئنا من الكابتن صالح بيقول انا بفكر ارشح نفسي طبعا 72 نجاح الكابتن الفريق مرتاجي رئيس ما كانش مترشح ضده الكابتن صالح وقتها لا ما كانش مترشح لا كان عدو واستقال نتيجة خلاف اللي حكينا كان مرة ومش وقت واحد فانا يعني قلت له كابتن انت اعلنت متأخر وانت مين معك انت لانت تنزل معك قائمة مجموعة من الناس تبقى بظهرك ومنت لو نجحت لوحدك ما انت عايز تفرد افكار جديدة عايز تفرد حاجات انت مقتنع بيها ونازل طيب ما نعمل اظن هو كان نفسه يدفع بالدكتور طراف رئيس كان رئيس شرف او وكيل شرف اه فهو هو توافق انه حبي يقدمه ايو 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 انت بتفكرني ايو انا بجيب بالاخر شوية وقرر لحظة يعني حتى تاريخيا قبل غلق الباب بلحظات رح قالي لك لا انا اللي انفع ابو رئيس نادي ورح مقدم مش انفع هو عايز يطبق حاجة كان منتظر دكتور طراف كان منتظر ان حد يقدر ايو فنزلنا كونا مجموعة سريعة كده معاه اه يعني كلنا لم يسبق لنا التراشح التراشح غير يمكن اه كابتن محرب كان له في تجربة اللي فاتت اه تجربة اللي فاتت ونزل معنا الناس المقتنعين بالكابتن صالح واستقلوا معاه طبعا المهم يعني الانتخابات دي اللي ظهر فيها بقى اول مرة الندوات كانت مجلة الاهلي اه كنت انا مدير تحرير المجلة اي لما استقال الكابتن صالح انا كتبته مقالة اغضبة معاني ما كانش فيها حاجة غير ان انا قلت جملة ويبقى صالح سليم نمط فريد من الناس لا نمطا بقى نمطا فريدا من الناس تحب بجنون ايوة بتدي ايوة كده سخن فريد من الناس انا فاكر الجملة اللي ختمت بيها معاني تعرضت الموضوع متالح يدية اه تحب بجنون تكرهه بشدة تحترمه دائما صحيح الله يرحم فتم عتابي على هذا الكلام ات قلت له انا كتبت الانطباع اللي انا حاسه وده حقيقة الامر صالح هتحبه قوي يتكرهه فعلا نتيجة انك مش قادر او هو لن يستوعبك لو غلط اخطاء محددة وبعدين لكن حتى اللي بيحبه حتى اللي ما بيحبوش بيحترموه كله صحيح الموام اتشلت من ادارة التحرير ام و بعد ده خدت بعد و رحت قلت والله ما نقعت كان جالي بقى المجريشن و رحت مسافر علي كان الرئيس تحريره السيد زعب رحمان فه ايوة ام ونائي بتاعه كان الأستاذ فريد اي لما رجعت لقيت الدنيا الموام المجلة خد طبعا خدت موقف اي فالكابتن صالح يقرى المجلة اكيد ان ما فيش مرشحين تاني قلت له كابتن صالح انا حضرت الالكشن بتاع امريكا و فورد و ريجن وكان فيه مناظرات و ندوات وحد بيحويرهم ما نقدم نفسنا بالشكل الجديد قال لي هو في انده قلت له لا ده احنا هنقدر نفرضه على الناس قال لي ازاي قلت له بس يوم الجمعة الجاي هتساك تجيب كرسي عشر اتناشر رحل هتلموا عليك هتكتشف ان فيه تلتمائة ربعمائة خمسمائة واحد حواليك بعد شوان هيسألك وتكلمه هيبقى فيه حالة فكرة جينا بص لقينا الدنيا مقلوبة في الجنينة بتاعت النادي اهه فقلت النادي وقتها لما ينفعش الكلام ده عاجلي احنا مش كل يوم جمعة وخميس حنقلب النادي مظاهرة اي قلت له يا جماعة تما تيجي نعمل حاجة راقية زي الناس كلها قالوا اي انا نعمل ندوات يعني هنا ده منصة وناس تحضر جوه مكان محدد وكل مرشح رئاسي يطلع مرة او اتنين يكلم الناس اه عجبتهم الفكرة والفريق بورتاي وقتها وافق عليها اه وابتدينا الندوات وانا كنت بادرها اي نتيجة ان انا بادرها الناس شفيتني اي المهم الكابتن صالح لم ينجح في هذه الانتخابات بفرق اه 200 و 1 صوت اه لو خد 100 و 1 يعني كان محتاج 100 و 1 صوت عشان ننجح اي فجينا ماشيين بالليل بقى لما الفرق بقى اكتر من المتبقي اه من الاصوات التي لم يتم بفرزها قال لي اي 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 انا مروح اه قلت له يعني يلا رين قال لي انت راع فين قلت له ماشي قال لي لا ما تمشيش قلت له ليه والله يا استاذ ابراهيم اه والله ما كنت باحسب لدفسي ولا عارف موقفي ايه ولا متخيل ان انا ممكن اكون حنجح انا متخيل ان انا بقى اللي ماسك المكروب بتاع هيبقى الموقف مش معايا اه لان كان فيه تركيز ان الوقت ده هيوجع على دماغنا خلاص مستهدف هيوجع على دماغنا اي التصور اللي عند وكان بيتقال كده بلاش عدل من ناحية ناس عرفتني ومن ناحية ناس قلقت مني فبقى موقفي غامض انا مش انا الفكرة قال لك من هيك قال لي انت تنزل اه تنزل تقعد تحت دلوقتي انت ماشي مع الارحمه الاستاذ عدل الشواربي اه كان عدو مجلس ادارة سابق اه في الدارة الامنية اي مش اينا صوت بصوت وكان قاعد مين بيفرز لصالح اه 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 عدلبي الشواربي كان كمال بحافظ والارحمه التنسي الله ارحم الجميع بقى طبعا رحمه التنسي طبعا رحمه التنسي واحدين التنسي يقول الله الدنيا مش عايز التحرك ليه ماشي صوت بصوت اه في الاخ نجحت بفرق خمسطاشر صوت هبا هه 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 متفايق اتذكر وقتها طبعا الاستاذ كمال الحافظ قال لي ها لو قدمت استقلتك حقبالها في ثانية وقلت له عمرك ما هتشوف استقلت ده كانت ايام جميلة جدا لكن عشان تشوف ان الاهلي لا لحدا انا قد تشكرك القصة طويلة جي اه عشان تشوف بعد كده لما دخلت بقى من ال من جانب المعارضة من وجهة نظره لما مرشح يدخل من حديقة المعارضة للجابهة المنتخبة إزاي الأمور ممكن تمشي عالطرابيزة ده كلام مهم جدا بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد متواصل معاك والأهل ينتخبوا حديث في الذكريات وفي وعي الجمعية العمومية للنادي الأهل وإزاي هذا الوعي له جزور له جزور من طبيعة الناشئة له جزور من المستوى الثقافي والأخلاقي والتكوين الاجتماعي حتى للطبقة المؤسسة للنادي الآلي من رموز اجتماعية وثقافية ووطنية في التأسيس الأول للنادي الآلي اللي انعكس تباعا على مسيرة العملية الانتخابية وانعقاد الجمعية العمومية الدائم في النادي الآلي وانساعدك كنت بتشير حضرتك ليه انت نجحت في الانتخابات التي لم يوفق فيها كابتن صالح على رأس المجل هو الهدف من ان انا احكي التجربة الذاتية ليس الحديث عن تجربتي ولكن عن الفروق والمعاني اللي بنخرج بيها من كل مرحلة صحيح فقلت لك تجربتي وانا مستبعد وكنت هنا اتنقلت من مرشح محتمل الى ناخب قديت دوري وانزويت ودعمت المجلس ايه وزمالي قلت لك موقفه من نبيل اللي مبني على ثقافة النادي الآلي وقيم ايه ممكن تقول معارض ليه اللي موجود مم فانجح ها وادخل هذا المجلس التصور والقلق كله في 76 ده عدد ده بقى حيوجه عدمها فلم يتم ترشيحي في المكتب التنفيذي اوقافه اي حاجة ولكن بعد اربع خمس شهور هنا بقى الروعة اكتشفوا ان اول واحد بيمدي ايده يساند كان عدل القيعي اللي هو معارض ايه وانا مفهومي انا دخلت المجلس بقى انا مش جاي وخده مسئلة شخصية انا كنت مقتنع ان عشان تتحقق افكار معينة اكون موجود معه الكابتل صالح سليم طيب انا موجود في مركب دلوقت هنقدف كلنا في اتجاه واحد ولا هقعد انا بقى اشخبط بالمقدة فاهز المركب خررت طبعا لازم اقدف في صالح النادي الآلي طيب لا انا جايلك للحتة الرائعة بقى مش بتاعت انا انا خلاص قررت ان انا مش قررت ما عنديش تفكيري ان اعمل اي نوع من المشاكل داخل المجلس استقلت كابتن الوحش بعد اربع خمس شهور راح اشتغل مدير فن في ليبيا كان مطلوب وقت اه اصبح شغيرا مركز مركز في المكتب التنفيذي مش في المجلس بس اه تفتكر رشحوا مين فريق مرتدي وكمال بيحافظ انت رشحوني انا اه وفجأت ان انا اه اخترت في المكتب التنفيذي للنادي الاهلي السنة دي اتعمل مكتب تنفيذي مشترك اهل وزمالك كان فكرة جديدة زي نبقى بنتعاون مع بعض في المشاكل التي تفيد الكرة مصرية ونجتمع كل كام شهر نتدارس هي كرة مش هي صحة ولا لا اهل وزمالك اهم بيجتمعوا مع بعض اختاروا من النادي الاهلي ثلاثة انا منه اهم كان مين تاني كان كامال بيح انا مش فاكر كان مين التالت هل هل كان الفريق مرتدي ولا بس ده كان مكتب التنفيذي ما اظنش كان فريق مرتدي اهم مش فاكر مين التالت اسف يعني 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 ما كانش احمد زكعب هادي لا ما كانش في المجلس خالص ده لسه دخل بعدي بعد كده اه فبقى عايز اقولك حاجة خلصة الانتخاباته اصبح انصار الكامتون سير عقوله ده عادل استمى استقطابه عمال بقى بالدنيا ماشية مفيش مشاكل عمال بقى باخد مناصب الانتخابات اللي بعديها تحولت من مرشح من عيده مجلس الدرق الى مرشح ومعارض تاني مع الكامتون صالح رغم ان انا يعني خدت كل اللي انا عايزه طيب خلينا نذكر بس بالارقام لان الارقام لها دلالة في تطور انا حقف مع المهندس عدلي عند الجزئية ما بين الامس واليوم عشان تشوفوا حجم العضوية احنا اتكلمنا على انه اللي ليهم حق التصويت يوم الجمعة مية وتمانين الف عضو تفتكروا الفترة اللي المهندس عدلي بيتكلم فيها كان عدد الحضور كان بالانتخابات اربعة وتمانين كابتن كابتن صالح نجح رئيسا للنادي الفين ربعمية تلاتة وخمسين الفري مرتاجي الف مية اتنين وستين يعني الفين ربعمية تلاتة وخمسين الكابتن صالح الف مية اتنين وستين للفري مرتاجي في تمانية وتمانين كابتن صالح بتاعد قال انا مش هترشح واكتفى بدورتين نجح الكابتن عبدو صالح الوحش في انتخابات المهندس عدلي حابب يوقف عندها في جزئية تنظيمية لانه شايفين الرقم كام كابتن الوحش الفين تلاتة وتمانين وكمال بيحافظ تلتمية تمانية وتسعين فقط يعني العملية على بعضها احنا بنكلم في اربعة وتمانين الكابتن صالح بينجح بالفين ربعمية تلاتة وخمسين والفري مرتاجي لم يوفق بالف مية اتنين وستين يعني بالزبط دول اكتر من اللي حصل بعدها باربع سنين بعدها باربع سنين كابتن الوحش الفين تلاتة وتمانين وكمال بيحث تلتمية تمانية وتسعين لا دي اصلي دي اغرب انتخابات في تاريخ النادي الايلي اللي هي تمانية وتمانين اه طبعا اه ايه بقى بس انا عادي اقولك من تمانين لتمانية وتمانين اه من انزلت تاني مع الكابتن صالح ام ولكن نازل ايه بقى اولا المجلس اللي انا شغال معاو كانوا شافوا اننا راجل بقدف معاو مادد ايديو مفيش اي مشكلة من ناحيتي ام فحتى كنت باكتب وقتها في احد الاصدارات القومية فالفريق مرتاجي مرة بيعاتب احد الزمله برضو كان بيكتب قال له يعني الراجل اللي كنا خايفين منه ما بيقولش كلمة عن المجلس برا وانت اللي تعبنا فالتصور خلاص بقى ما انزل حنزل مع الجروب ده فجأه ان انا لازالت قناعاتي ان الكابتن صالح ييجي بما يمثله من تطور في الفكر والادارة في الوقت الذي كان بعض انصار الكابتن صالح بيقولك قال له ده عاد لي قدى لاربع سنين دول بقى وتم استقطابه كانت النتيجة الانتخابات السابقة كابتن صالح لم يوفق وانا نجح اللي نزلت اللي عادية مع الكابتن صالح تاني هو نجح وانا ما نجحتش وبرضه بنفس الفارق الضئيل على اخر مركب ايه طيب ايه اللي حصل ولا حاجة الكابتن صالح لاربع سنين الذي لم يوفق فيهم لم يحاول مرة واحدة يثير مشكلة ولا يستغل لازمة ام في اربعة وتمانين في اربعة وتمانين لا مش اربعة وتمانين في ستة وسبعي fortunate 96 لتمنين الفريق مرتجي نجح وهو ما لم يوفق لم يحاول الكابتن صالح أن يصير مشكلة أو يصير أزمة ليه بقول كده لما الفريق مرتجي سنة الثمانين لم يوفق أمام الكابتن صالح لم يحاول الفريق مرتجي أن يصير مشكلة أو يصير أزمة أو يستفيد من أزمة الانتخابات تخلص يوم الانتخابات على الرغم من الاتنين هم أعضاء مداومين على الحضور يوميا ومرتبطين بكل أحداث النادي وحواليهم الناس كتيرا وحواليهم الناس اللي بتقعد واللي بيتكلم وراكن هم كانوا واخدين مادة النادي الاهلي مصلحتوا قابلينا كلنا كيف تجدر هذا المعنى انا بقولك انه تاني يوم الانتخابات كله جاي احنا مع المجلس عايزينه ينجح احنا لينا تصور قفل ادارة لكن اذا المجلس ده نجح اذا الجمعية جابت دول دول لازم نسننهم بص بقى السوابت السوابت انا بقى من تمانية من تمانية لتمانية وتمانين رحت امين سندوق للاتحاد المصر لكرة اليد دورتين واربعة فمنزلتش الانتخابات اللي بعديها لما جاء بقى الكابتن الوحش هتوقفونا لحظة انا كنت مديني النشاط الريادي وقتها من سبعة وتمانين وبعدين الكابتن الصالح قال انا دورتين مش هنزل تاني فلما منزلش نزل الكابتن الوحش وكمال حافظ نزل مين كمال بي حافظ انا ما كنت متخلل لحد هينزل قدامه بصراح لاني كنت ارى ان الراجل ده كمال بيه اه اذا لم يكن الكابتن صالح الرئيسة للنادي الرئيسة للنادي والفريق مرتاجي خلاص زهد انه ينزل يرى كمال حافظ ليه الراجل ده معجون اهلي اه نختلف اسلوب ادارته احيانا يعني انا كنت بسميه كمال بيه عبيتك واسعة واي حد يخلش يستخبه فيها لم يلعبها شوية طلع الناس من تحتين لانه دول انت بتحسن الزمن لكن دول بيستخدموا بعض الامور في اتجاه فانا مع صالح لا كنت مع صالح لكن اه كابتن صالح يعني لما جيه بقى شعرت ان من الانصاف ان كمال بيحافظ يبقى هو رئيس النادي كنت انا مديري النشاط الرياضي فجأت الكابتن عبدالصالح الوحش اترشح انا مدير نشاط الرياضي روحت له ولم اخجل كابتن عبدالصالح تعلم قد ايه انا احترمك وقد ايه اراكا يعني في مكانك ولو لم يكن كمال بيحافظ مرشحا بالضرورة كنت تبقى لكن ما تيجي نحسبها العمر المديد امامك كمال بي ربما تكون فرصته اقل ما تيجي الراجل يستحق قد يكون رئيسا للنادي الاهدي بخبراته تاخدش مع وكيل الدورة دي والدورة جاء خش رئيسا للنادي قال لي عابلي انا خدت قراري ومش حقزي للناس اللي انا يعني استجابت ليهم ونازل بقى هنا الله رحمه انا انا عايز تفسير احمد عبدالهادي معا وكيل ايوه الانتخابات دي بقى انا 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 عايز تفسير للرقم لان انا انا لم يبقى نحنقول لك اهو اه كل المؤشرات اه ما هو كمال بي حافظ وانصار الكابتن صالح سليم وقدام النادي ام ومختار التيتش قريبه ام قدام النادي اه اللي عارفين كمال حافظ عارفين مؤكد كان حيبقوا معاه اي جاء يوم الانتخاب اه والذي لم افهمه الا في لجلة الفرد حدا ايه اولا للجمعية العمومية دي اتعمل حاجة غريبة لم تحدث قبلها ولم تحدث بعدها اللي هي 88 88 دي ام فوجئنا ان الجمعية العمومية معمولة في حمام السباحة اوه فوق فوق الله الله وان باب الدخول هو باب الدخول لحمام السباحة فقط والسلم والزر والنزول من ناحية التانية باب واحد يعني انت بتخش واحد واحد اوه اتذكر يومها الطبور كان من عند باب السباحة لخارج النادي الاهلي لافق اه طبعا فاصبح كل الناس الاعباء القوامة كبار السن اللي بيترضدوا عن النادي باستمرار لم يتمكنوا والطبور ايه وعشان كده انا سألتك لان انا لما لاقف 84 فيه يجي 4000 واحد حضروا ما ينزلوا بعدها باربع سنين لا الفين فقط يبا فيه حاجة لا ده كان موجود في النادي يجي اكتر من 7800 واحد ما تمكنوش ما تمكنوش من التصويت اه والطبور ما بيمشيش سيبك بقى من واحد واحد كمال اي وناس تكلمهم ما نردوش عليك عاملين كده اه فجئنا في الفرز باغرب نتيجة ايضا قول النتيجة كد كاف نجح الكابتن عبدالصالح الوحش بالفين تلاتة وتمانين في مقابل كمال بيحافظ فقط 398 398 ياخدوا من ملعب التنس الواحد ها الكمال حافظ اللي لما ترجع لارقامه في الانتخابات كوكيل نادي بقى بقى على الارقام دا بقى على الارقام في كل الانتخابات وهو تقريبا كان الوكيل التاريخي اكتر حد شغل منصب الوكيل عشان اللي يعرفه واللي يقدر يخش يد الصوت اه جينا من اربعة لخمسة اللي هي بتاع كده طفان والطبور دا جيري كان بقى الناس الكبيرة مشت هي كانت تصرف من المشرف على الانتخابات وقتها كان تصرف منحاس جدا ان الطبور يقب فيه مجموعة من الشباب الله اعلم عشان يعرقله اصحاب الحق الحقيقي في اه هذا التقاط المهم جي الكابتن عبد صالح الوعش وانا مدير نشاط رياضي اه كنت انا بقى قابل لي قال لي انت مدير نشاط ما تدخلش قلت له انا مقدم استقالك اه قبل الانتخابات اه عشان حشارك فيها وبعد اذن حضرتك انا حسن اه كمال بيحافظ لما نجح المجلس بيجتمع عشان يجدل للاجهزة اه واني مصممين ان انا بقى مدير النشاط رياضي اه فلم يحسم الامر وتأجلت للجلسة اللي بعدها خدت بعد وروحت له كابتن عبدو انت رئيس الحكومة الاهلوية دلوقتي ومن حقك ان تشكل حكومتك لن احرجك انا عارف ان انا سيتم فرضي مرة اخر ولكن لازم تبقى انت مش معقولة حبقى مدير النشاط ما معايش رئيس النادي وامين السندوق وكان الاساس حمد الكنيسي من قدم العضواتها تلاتة دول هم اللي ما كانوش موفقين ان انا اكامل قال لي بوطس يا عدلي انا مقتنع بيك لكن مقتنع اكتر بفلا قلت له ما تقوليش اسباب انا من نفسي بقولك انا مش ماش لو ذكرت الاسباب هقولك اعمل الانتخابات للالعاب هم 12 لعبة لو انا خدت 11 صوت ابقى سقط لكن ات قناعة حضرتك انا مقدرش اكون موجود ضد قناعة حضرتك فلو سمحت خش بجدد استقالتي وقول لهم عد قيع مصمم عليه والله الرجل اتذكر امن مكتبه ورح واخدني بالحضر طول عمرك ابن النادي انت منعت شرخ مبكر اه في مجلس الاقضاء هذا الشرخ المبكر الحقيقة ظهر تباعا بعد كده وهنا انا هقف عند معنى فكرة فريق العمل الواحد كل ما سبق واضح انه فيه انسجام وفيه التناغم في الاداء وفيه تحمل مسئولية جماعية لما بدأت المسائل يبقى الانتخابات بتاخد قوة اكتر في حضور اكتر في تنوع الفكر داخل المجلس فيه اختلاف فكري فتبدو المسائل مش منسجمة مية في المية فتحدث خلافات كتيرة في وجهات النظر تؤدي الى استقالات وتطلع الجمعية العمومية للنادي الالي بمسئولية تاريخية تاريخية الانعقاد اللي حصل فيه فبراير 92 دي كانت مسألة مهمة جدا كابتن صالح قبل ما تقولها سيد فراهيم قبل ما تقولها عايز اذكر حاجة رائعة جدا ودرس جديد نتعلمه وتعلمه الاخرون في فطرة التالة سنة بتاع كابتن عبدالصالح الوحش انا كنت صريح جدا معاه وهو خاد مني موقفه وبعد فجأت بيه بعد سنة قبل سنة التسعين بيكلم لي عادلي انا عايز اشوفك او بيجدد الفرقة بقا مرتين استدعاني اه عادلي انا عايز اشوفك وروحت له قال لي ياوه انت واخد موقف ولا النادي الاهلي تقول له كابتن عبدو النادي الاهلي طبعا اللي حضرتك عايزوا مني انه تحت امرك قال لي انا انا عايز اجدد الفرقة وعايز اسمع رأيك تهي اللعيبة اللي ممكن شايفهم نستعين بيهم رشحت له ثلاثة اثماء قدت له فيه لعب صاعد حيبقى احسن لعيب في مصر في نادي السكة الحديد محمد بركات محمد بركات وده تحت السن وحضرتك بعلاقتك بالفريق مرتاجي ومحمود مرتاجي اللي كان رئيس الهيئة خلاصوا الموضوع ده لعيب مهم جدا قال لي بس انا قدت له ده يعني في وقت قياسي سيكون احد جمع الكرة المصرية نمر اثنين ياسر رايان لعيب قلت له موصفاته السرعة والمراوغة وواحد لواحد والكلام ده وده في نادي المنصورة ويمكن ان احنا نخلص والتالت كان هيسن فاروق في الولمبي كان في نادي المنصورة كان مدافع قلت له انت كده تضيب ناشئ ولعيب في خط الهجوم ولعيب في خط الدفاع يقدروا يعدوا لك المرحلة اللي جاء على ما نقدر تكمل بعدها حضرتك قال لي طب لو احتاجتك في اي حاجة اتصالات بتاع قلت له تحت الامريطان مش هتحتاج لي لك بركات ممكن تحتاج لي في هيسن او في ياسر هيسن خد قراره ان يروح نادي الزمالك اصبح التركيز على لا هيسن راح راح تتنقل من الولمبي راح سفر هولندا ولما جي من هولندا او راح هولندا او قتاها جال هولندا ورجع الزمالك اه فهو لما راح هولندا خلاص هتتكلم في ايه بقى ده بيحترف في هولندا وبعدين اه ركزنا على ان هو حيخلص بركات وانا حعمل اتصالات ما جات واحد وتسعين اللي عارفنا نجيب بركات ولا لحقنا نخلص ياسر وكرة تدهورت جدا وجاء المرحلة اللي انت عايز تحكيه دي مرحلة يا جماعة الدرس فيها مهم جدا معلش والنبي نموذج تاني قال لي طيب دي حاجة فتبالك انت ضيف النهاردة اه انا ضيف بس انا بحكي لك انا بلاجم يقولي الدرس ايه اه انا مش بحكي ذكريات اه طبعا انا بقى بستخلص مواقع عشان الناس تقدر تشوف ازاي الناس بتتعاون مع بعضها اه معارضة ومرشحين وناس تبقى النهاردة الصبح مع بعض بالليل تبقى بتتعشى مع بعض ضد بعض صحيح وبعدين بتقدف كلها في مصلحة اللي قال اه فقال لي طيب وكورة اليد انا كل ما اكلم حد يقول لي كورة بقى كانت كورة اليد نتائجها متراجعة قال يقول لي اه كلم عدلي انت مش كنت اه امين صندوق بتاحت قلت قلت له اه قال لي قلت له لا بس ع هادرتك اه تحت امرك قال لي ولا انت حتقول لي بقى انا كنت مدير النشاط الرياضي ازاي اشتغل سكتير لعبة قلت له انا وانا مدير نشاط الرياضي انا في النادي الاهلي وانا سكرت لعبة انا في النادي الاهلي انا مش بشتغل عند حد من حقق اقبل وارفض حضرتك لو كلفتني وديتني الصلاحيات انا هجددلك الفرقة دي وعملنا فعلا رايد داني صلاحيات مطلقة وقلت له وعلى فكرة مش هحرجت كان خليل زاكي رحمة الله عليها راخر كان مداري بالفرقة وانا مدير نشاط هو بقى مدير النشاط وانا سكرت اللعبة قلت له انا مش هحرجك وقولك بس ما قلت له لا انا هحترم التسلسل انا كل طلواتي حادمها من خلال النشاط الرياضي بس بشرح ما حدش يعدل علامة انما هحترم التسلسل الشاكي لكن في التسلسل لان ده حيبقى رجل له رؤية فنية طب ما هو موجود كان جدد برؤيته انا بقى انت جايبنا جدد برؤيته حضم ناس وحطلع ناس وحغير في المدربين وحطلع مدرب من نشرين حملت الشقلبة دي وكتبت عندك في المجلة كنا رابع المنطقة وسادس الجمهورية انتظروا وكتبت رهان بيني وبين السادة جماهير النادي الاهل واعضاؤه سنفوز بالمنطقة والجمهورية صحيح وحدث طيب المرحلة اللي انا بقول لك عليها في اهميتها بقى على وحدة المجلس ودي رسالة للجمعية العمومية لان وقتها الجمعية العمومية لما شافت وحدة المجلس مش موجودة وشافت النتائج تراجعت وشافت الانقسام موجود وشافت الاختلاف الفكري داخل المجلس لا ينتج اداء افضل للاهل في كل الالعاب حتى في كرة القدم الالي تأخر ترتيبا تقريبا وقتها للترتيب العاشر الجمعية ما سكتتش في سبعة فبراير اتنين وتسعين قالت لكابتن صالح ارجع ليه ده انا خدت قرار وانا بعدت وانا دورتين لا صالح سليم يرجع تدخلت الجمعية العمومية في سبعة فبراير اتنين وتسعين رجعت الكابتن صالح سليم وسحبت السقة من مجلس ادارة الكابتن عبدو صالح الوحش في انتخابات كانت صعبة جدا جدا لانه حسب الليحة وقتها عشان يتم سحب السقة وانتخاب مجلس جديد التلتين زائد واحد تحب تعرف قيمة جديدة في هذا الموقف هقولك الرقم لانه الحقيقة كان الرقم المهم قبل ما كان الرقم خلينا في الكابتن صالح نجح بالفين تلاتة وتمانين الفين تلاتة وتمانين وتم سحب السقة من الكابتن عبدو صالح الوحش لانه اخذ تمنمية تمانية وسبعين رحمة الله على الجميع بس ده كان موقف الجمعية العمومية اللي لازم ان الاجيال تعيه جيدا دي لانه انت تشرح كواس لها يعني ايه سحب السقة ويعني ايه كابتن صالح كان الرقم انه هو ينزل تاني ايه انا قلت دورتين وانا مقتنع بالكلام ده فتم حوالي تلاتين اربعين واحد اللي نبتت منها فكرة لجنة الحكماء اللي تستمر بعد كده ايه في معظم الانتخبات اه يضغطوا على الكابتن صالح انه لازم ينزل الانتخبات لمصلحة النادي الان واتذكر ان وقتها يعني ناس اسامي كتيرة مش عايز اعدهم لان كابتن صالح كان رافضا لحد ما تقال له انت دايما تقول مصلحة النادي مصلحة النادي ومش حرف اشتغل فين ومش محتاجة لدلوقت كله مصلحة النادي احرج من اللي احنا فيه ليه بقى المجلس اقدارة الكابتن الوحش كان 11 واحد هم هم الثمانية ثلاثة هم الثمانية استقاله هم الثمانية قدموا استقالتهم واصبح موقف غريب جدا هم هو انت هتطلع الثمانية اللي تحتيهم والمجلس ستستمر بالثلاثة القدام وكان ايضا الكابتن عبدو صالح قبليها ما قدم استقالته متضايق من الغلبية اللي هي مش متنغمة معاه حتى الكابتن حصل راح له البيت عشان يسنيه قبل ما قدم هو استقالته فاصبح فيه اتنين الله رحمه احمد زاكي عبدالهادي وكابتن والصاحب وبرضو ايه رحمه جدا حمد الكناسي طب الحل ايه يا حيساعدوا الاستاذ احمد زاكي عبدالهادي رئيسا ويكملوا تسعى عليهم هتتعمل اتخابات جديدة هتتعمل ازاي طرح ثقة الحقيقة كان لسه لحد ما جه الدكتور عم منعم عمارة حلها بطريقة قانونية ولكنها جديدة احنا بنترح المجلس ده للثقة اذا الجمعية العمومية بشرط ان رئيس النادي يتراجع عن استقالته لو جمعية العمومية جددت الثقة هنعين له مش هنعين هنصعد التمانية اللي كانوا في الانتخابات السابقة لو صحبت الثقة في نفس الجلسة يعني انت بتخش كنت بتعمل ورقتين تحط صحب الثقة او تجديد الثقة والمرشح المحتمل اتنك بتعمل عملية انتخابية في نفس اللحظة عشان الفرز بعد ما تفرز دي لو تم صحب الثقة هتفرز الصندوق اللي جنبيه وده اللي حصل تم صحب الثقة وكابتن صالح بقى في الحتة دي عايدة اقول لك حاجة مهمة جدا من ضمن الناس اللي كانت بتضغط على الكابتن صالح انه يتراشح التمانية اللي استقال قال لهم انتو حضراتو استقالتو وانا حاجة اعمل مجلس جديد تفتكر حاجة حد منكو عيرجع في المجلس المؤقت ده وإلا يبقوا انتو بتطيحوا بالمجلس عشان ترجعونا يبقوا انتو بتجيبوني انا كن انا يعني راجل جاي على هواكم ولا واحد فيكو ينزل للاتخابات دي التكمل ايه مع ان القانون كان يسمح له المجلس اللي يتسحب منه الثقة مينزلش لانقاذ المجلس او تكويل المجلس المؤقت وكانت فرصة لظهور اسماء كتيرة جديدة لا الجميل انهم واقوا اه طبعا لان الكل متوافق ان هي مصلحة الاهل اذا كنت شايف كده كابتن بس قال لهم اترشحوا لي ناس جديدة ما نزلتش قبل كده غير مبروك متولي رحمة الله عليه وعدل القياه دول لانهم لدي في حد معانا من اصحاب الخبرة لا انا ولوا مبروك كنا معاهم في المجلس ما كناش في المجلس وجه بقى الناس اتعرفت على كل الوجوه الجديدة بكتور حسن بدراوي المهندس برايمي المعلم اللي هو سفير نور اللي هو فاروق رجب السفير ساميح انور الله الرحم محمد عبدو ومحمد عبدو امين صندوق كان بداية ظهور اه 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 طبعا جه مجلس كوادر جديدة اضيفت لأول مرة وهنا بدأت اول مرة تظهر فكرة القائمة لماذا القائمة بعد الفاصل اهلا بحضرتكم من جديد متواصلين في القالية انتخب وضيفنا الكبير العزيز المهندس عدل القيعي في سرد تاريخي للجمعية العمومية وازاي الجمعية العمومية في فترات كتيرة جدا بتتدخل بوعيها وبمسؤوليتها عن النادي وقفنا عند انتخابات فبراير اتنين وتسعين ودي كانت مرحلة تكملية الجمعية العمومية تدخلت بحسن لطرح السقة او لسحب السقة من مجلس الادارة القائم وقتها برئاسة الكابتن عبدو صالح الوحش واعادت الكابتن صالح سليم رئيسا حصل الكابتن صالح سليم على الفين تلاتة وتمانين في مقابل تمنمية تمانية وسبعين صوتا للكابتن عبدو صالح الوحش في اطلاع حقيقي من الجمعية بدورها لكن ظهرت ولأول مرة فكرة القائمة الوحش القائمة دي جات لما كابتن صالح اشترط انه انزل بقائمة محددة عشان ما يتكررش فكرة التجربة الاخيرة ما تتكررش اللي هو الانقساب فكنا كلنا يعني عشرة زائد الكابتن صالح لكن في اليوم في اخر وقت الكابتن حسن مصطفى منزلش الانتخابات واعتذر فبقنا تسعة فنجحت القائمة بالكامل ومعاها الاستاذ حنبي كنيسي من خارج القائمة مكان دكتور حسن مصطفى اللي منزلش اي لكن وبدأ وعي الجمعية يسير في اتجاه القائمة بدأت فكرة ان ننزل بقائمة مغلقة ومعناها يعني اي لكن بعد كده جينا في 92 ودي بقى المرحلة سبتمبر انطلق منها هذا الشعار الذي حير مصر اللي هو السبتمبر 92 حير حير الاندية حير الوسط الرياضي ان بقى فيه التسعة اللي كانوا نزلين قبل كده مع الكابتن صالح والتمانية اللي كانوا استقالوا 17 واحد طب كلنا مركب واحدة وكلنا فكرة واحدة وكلنا اتجاهنا واحدة وكلنا قناعتنا بالكابتن صالح واحدة فقال هتعملوا ايه انتوا كده هتسقطوا بعض فكان فيه فكرة ان كلنا نتنازل وهو يرشح مننا مع لجنة العكماء عشرة يكملوا معاه فيه واحدة واثنين اعترضوا قالوا لا احنا هنبقى معاكم بس ناخد فرصتنا احنا شايفين افرد لجنة العكماء ما اقترطناش احنا شايفين فرصنا القول المهم قال خلاص تنزلوا كلكم يتقبلوا الحل ده يتنزلوا كلكم انا مش عشان اللي محرد وما قالش رأيه بصراحة يتظلم واللي قال رأيه بصراحة لا يتنزلوا كلكم يتنفذوا الاختراح على كل اه على كل بس هتعملوا عشان ما ما تسقطوش بعض فانا قلتوله يا كابتن احنا خلاص ما قلت احنا كلنا الاهلي يسبقنا الاهلي فوقنا كلنا ده هيبقى شعار للمرحلة كلنا نساعد بعض ونقول للناس احنا سبعتاشر اختاروا مننا عشرة فكان الاهلي فوق الجميع ما تختاروش حد برا القيمة اه القيمة اللي ايه بقت موسعة سبعتاشر ايه ده مش قيمة ولا حاجة قيمة وقاعدة ومشي ها ها وقد حدث فانا طبعا في اطار هذا القبر برضو لم يدركن التوفيق ها لانت انت الادام نازلين كتلة بتقل والجداد برضو شايفيني انني قديم اشتغلوا بقى لهم تسع شهور اه شايفيني لأ انا محسوف فيه ايوه جديد قديم فالمهمة برضو كنت رقم 11 ما نجحتش وكان فيه اتجاه ان انا في الليست يتقال لا ما عادل احنا هنجيبه مدير نادي يعني عادل فان يا جماعة هنجيبه مدير نادي كتبنا شعر اهلي فوق الجميع والطبع على مضبوعاتنا فعلا كل مضبوعاتنا الاهلي فوق الجميع جميع بقى اللي احنا السبعتاشر روح اول اللي هما نزلين وكانت بداية مرحلة جديدة للموانس عادل رقاعي كمدير تنفيذي للنادي هجيلك فيها لكن لا سيبك مني بقى انا مش بحكي لا لانه فترة الادارة النادي اه اه دوري كراجل مسؤول عن الجامعية اه انا احكي لك المراحل ايه وانا مرشح وانا مستبعد وانا عدو مجلس ادارة وكل مرحلة لها لها كل جامعية عمومية لها طابع اه المرحلة الجاية بقى طبعا الكابتن حسن حمدي بداية ظهوره في مجلس الادارة في 84 كابتن صالح سليم نجح في الانتخابات في 84 عين كابتن حسن حمدي عضوا في مجلس الادارة وصار كابتن حسن حمدي كاتفا بكاتف مع كابتن صالح طوال مراحل كابتن صالح في ادارة النادي كابتن حسن عضو مجلس ادارة بالتعيين ثم عضو مجلس ادارة منتخب ثم امين سندو ثم وكيل للنادي ثم نائب للرئيس ثم رئيس بالانابة بس انا هقول لكم بالتسلسل الامور مشت بالارقام ازاي 92 كان فيها الانتخاب مرتين السنة الوحيدة في تاريخ النادي الالي اللي اتعاملت فيها الانتخابات مرتين فبراير 92 سحب الثقة وإعادة انتخاب الكابتن صالح بألفين تلاتة وتمانين وتمنمية تمانية وسبعين للكابتن الوحش في نفس السنة بقى في خمسة وعشر ديسمبر 92 برضو كابتن صالح 3282 ورشح نفسه ضده الدكتور حسن مصطفى واخد 1840 كابتن صالح 3282 والدكتور حسن مصطفى 1840 ثم بدأت منافسات اخرى تظهر للكابتن صالح 96 دخل ضده الكيميائي الأستاذ مختار حسين اخد الكابتن صالح 5820 والمهندس مختار حسين 1776 ثم بعد كده دخلنا في انتخابات 2000 حصل الكابتن صالح على 7500 صوت وحصل منافسه رجل العمال محمد جنيدي على 2880 صوت هنلاحظ ان في كل مراحل الكابتن صالح خلاص الكابتن حسن موجود نائب رئيس وتقريبا كان بياخد اعلى الاصوات ساعتها بالاجماع دخلنا بعد انتخابات 2000 في انتخابات 2004 2002 صف 2002 توفى كابتن صالح علي رحمة الله فحدثت تغييرات في مجلس الادارة كابتن حسن نائب رئيس استقال ورشح نفسه رئيس طبعا ادار النادي في الفترة الوجيزة القصيرة القانون الكبير محمود بيفاهمي ده رأس النادي لفترة بضعة شهور فيما بين استقالة الكابتن حسن حمدي ثم اعادة ترشيحه رئيسا للنادي واستقال الكابتن محمود الخطيب من عضوية مجلس الادارة وقدم نفسه امين للسندوق واستقال المهندس ابراهيم المعلم من امانة للسندوق وقدم نفسه نائب رئيس دي كانت اختلاف المقاعد في الانتخابات التكملية بعد وفاة الكابتن صالح ثم دخل الكابتن حسن انتخابات جديدة في الفين واربعة ضد الدكتور حسان بدراوي فحصل الكابتن حسن على عشر تلاف تلاتة وخمسين فيما حصل الدكتور حسان بدراوي على أربع تلاف ربعمية تمانية وتلاتين الفين وتسع الكابتن حسن حمدي أخذ ستاشر الف تمامية تمانية وسبعين وكان مترشح ضده عضو النادي الاساس ايمان يوسف أخذ الف خمسمية سبعة وتمانين لأيمان يوسف الفين وتلاتاشر المهندس محمود طاهر أخذ اتناشر الف تمامية خمسة واربعين والمهندس ابراهيم المعلم قد أربع تلاف تسعمية وتمانين ثم كانت الانتخابات الأخيرة في الفين وسبعتاشر وتلاتشح الكابتن محمود الخطيب رئيسا للنادي وحصل على عشرين الف تسعمية ستة وخمسين في أعلى نسبة تصويت لرئيس نادي في انتخابات النادي كابتن خطيب عشرين الف تسعمية ستة وخمسين والمهندس محمود طاهر تلاتاشر الف مية اتنين وتمانين في انتخابات لعلها الأعنف والأشرس يعني تم تقرأ الأرقام دي يعني جمعية عمومية تقريبا خمسة وثلاثين الف أو ستة وثلاثين الف سبعة وثلاثين الف حضر سبعة وثلاثين الف أنا عادي أقولك بقى إيه يعني من كل مرحلة بتتولد حاجة بيفرزها الزرف لأ تقاليد النادي أيوة بتفرزها يعني كل المراحلة اللي أنت ذكرتها دي أنا أنا عينت بقى مديرا للنادي في اتنين وسبعين دي اتنين وتسعين أصبحت مسؤولا على انتخابات مسؤوليات جديدة بالنسبة لي بقى في ستة وتسعين كان كل التصور كان نازل مرشحين تقايد الدكتور حسن مصطفى آآ آآ الأستاذ محمد جنيدي كمسة كان مترشحين مش فاكرة أرجو أن أنا يعني مش أنا أتصور برضو كان الأستاذ مختار حسين ولا ما كملتش مش فاكرة لا مرتين نزل الأستاذ مختار حسين ما هي دي كان فيها برضو لا أنا متذكر لي لأن أنا عدت مع مع الوزارة أمام المرشحين عشان نقول لهم الإجراءات وناخد رأيوه آآ فأنا استنيت سنة قلت دلوقتي عايقوله دا عادلي دا بتاع كابتون صالح هتحصل مشاكل في الجامعية العمومية الجامعية كل واحد فيهم ينفع يبقى رئيس ناني آآ وكابتون صالح موجود فأنا مش عايد برضو حد يقول يعني كابتون صالح مش محتاج لي مش محتاج لي أي حد غير عمله أصبح خلاص انتهى والإمج بتاعته اللي يقول لك أنا أصلا أنا وقفت مع عفلان وقفت حور أقف بس كابتون صالح كان خلاص ملوش منافس وقتها فإحنا فأنا جيت قلت إيه كل التجارب دار في زهني بقى انتخابات إيه كمال بي مع كابتن الوحش آآ شفت كل العلوم إزاي عضو النادي لدي ينتخب هو مرتاح آآ إزاي ناس كبيرة ما 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 تكشش من الانتخابات إزاي العداد اللي عملت تتنامى انت شفت بقى من كام بي وصلت كام تلاقي لها مكان بنكلم في ثلاث تلاف فأربعة وثمانين طيب حيركنه إزاي لسبعة وثلاثين ألف حيركنه إزاي آآ حياكله وشربه إزاي آآ الشفافية بتاعت كنت أنا بقى عم مجاهد اللي أنا استفدت من وجوده اللي كانت سرق بلاط الصالة آآ فابتديت أعمل إدارة هندسية بمساعدة طبعا آآ الشخص المحترم جدا عشق الأهل الموزن شام سعيد شام سعيد عبد الرئيس هو لم يوفق معاف الانتخابات دي وكابتن اختاره رئيسا للجنة الهندسية صحيح اتبنى مدينة ناصر آآ في وجوده آآ وهو فرّغ نفسه تماما للعملية دي تقريبا آآ يعني كان قايم دور التنفيذيكوية آآ فأنا قلت إيه لازم عملت ورش بقى عملت ورش عشان الحاجات السريعة ما جيبش مقاول آآ يعني آآ يعود لي في النار عشان أكلفه ابنيلي طبطن هنا عمل لي الكورسي ده صلح المش عارف إيه دي آآ فعملنا ورش الورش دي كلفتها تعمل السندوق الشفاف لأول مرة في اتخابات الاندية وعادنا نتفكر زي ما تكسرش وزي الناس تشوفه فعملنا ثلاث أجناب أربع أجناب خشب وجنبين إزاز الوجهة فايبر فايبر الناس تشوف اللي جواه ودي كانت أول مرة تتعمل لما عرضنا الكلام ده طبعا على كل مرشحين ارتاحوا نفسيا جدا طيب العملية التنفيذية بالتأكيد يعني تنظيم انتخابات فيها تلات أربعة تلاف زي ما كان في التمانينات يختلف عن انتخابات فيها تلاتين أربعين ألف طبعا بقول لك كل الحاجات اللي بشرحالك دي اه ليه علاقة بالنمو المضطرد يعني للجمعية نادي انت كنت واحد من المتفاعلين مع الجمعية العمومية الأشرس والأعنى في اللي فاتت الفين وسبعتاشر وعايز اقول برضو للتاريخ يمكن المفارقة التاريخية انه في اتنين في تاريخ الجمعية العمومية للنادي الاهلي خضوا الانتخابات على كل مقاعد المجلس ولم تخذلهم الجمعية مرة واحدة كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب الاثنين لم يسبق يعني الوحيدين كابتن صالح ما دخلش أمين صندوق ما دخلش نائب رئيس كابتن صالح عضو مجلس رئيس نادي ثم رئيس نادي انما الاثنين تحديدا فقط كابتن حسن وكابتن خطيب مروا او طرحوا نفسهم على الجمعية العمومية على كل المقاعد عضو ثم أمين صندوق ونائب ثم رئيس ما تنساش والجمعية ديت لهم الثقة في كل مرة ما تنساش نقطة مهمة جدا انك انت كلعيب كورة وكابتن نادي وكمشرف على كورة وكعيد لجنة كورة متواجد متواجد بشكل زائد خبراتك في مكانك كراجل بتاع تسويق الاثنين اشتغلوا في هذا الامر وازاي الدين اتحركت معاهم وبعدين ان كابتن صالح تحدث الوفاة في وجود كابتن حسن كان يبدو انه الخليفة اللي الناس اجمعت عليه صحيح فالخبرات المكتسبة متواصلة ادتهم هدي الجدارة ان يمشوا اللي انا عايز اقوله بقى ان انا كمدير نادي كنت عايز الكبار السن عملت لهم لجنة لكبار السن عملت الدخول وخروج وفي ملعب الهوكل اول مرة ملعب كبير جدا كان كان هو اللي مكان بعد كده اتعمل اماكن جلوس صور اتحاد الكورة كان حاجة ملعب كورة بيتمرن فيه فرقة الكورة فكان كبير الانتخابات اللي فاتت شاهدت ازمة شوية في الدخول وخروج انا عايز استفيد من خبراتك بقى في اللي جاي اليوم الجمعة ما انا بقولك لان الحاجات الاحترازية زرف جديد برضو رجعنا تاني لفكرة المنافذ والدخول والخروج دلوقتي بقى انا بقولك انا شفت الاستعدادات استعدادات غير مسبوقة وبتجاوب على كل مخاوف الجمعية العمومية اي انا في كورونا لا حقيقة بقى فيه براح الدخمال انا في كبار السنة هيبقى لكم جزء مخصص ليكم دخول وخروج ما قامت بيدارة النادي التنفيذية يطمئن انا كعدو جمعية عمومية بقى لا اروح ما يهمكش هتنتخب فيه سلاسة باذن الله هتلاقي يومك لطيف انت قسرتك هتجد روح رياضية طيب عدل القيعي وقف للجمعية العمومية مع حفظ الألقاب اللي فاتت يقول لهم الحقوة قبل ما يتباع هذه المرة لو قدر ليك تخاطب وعي الجمعية العمومية تقول لهم ايه حافظوا عليه بتقاليده مش حافظوا عليه بشخصه ما ليش دعوا بشخصه اللي هي بتقول ايه بقى نقدف كلنا معارضة او مسؤولين في اتجاه أهداف ومصالح النادي الأهل تاني يوم تنتهي كل المشاكل الانتخابية مفيش غضادة بقى لا دعنا لازم نقف معك في حتة بقى لأن الحقيقة يبدو الأهل مستهدفا في استقراره طب حلو قوي هو صاحب الثقة ده مش كان عدم استقرار لكن هي الجمعية مش كان عدم استقرار ما تقوليش جمعية سيبنا نجاوبك بلا أنا عايدة وصلا الأهلي تجاوزها ازاي بتقاليد ومبادئ النادي الأهلي التمانية اللي استقالوا ما ينزلوش الانتخابات حاضر طيب أنا دلوقتي لما اجي اللي نجح يشتغل ومش في ذهنه تصفيت حسابات واللي مش موجود كابتن عبدو صالح الوحش عمل ايه لما تسعبت منه الثقة لا قاعد يدايق في المجلس ولا ودى النادي المحكمة ولا ودى بقول لك هنا هنا النادي الأهلي حتى مرة حتى هي حصلت مرتين تم رفع قضايا أو ثلاث مرات ايه وفي الثلاث مرات أنا كنت مستائل بما فيهم المرة الأخرانية وحاولت ان أنا تسعب القضايا وجبت الناس اللي رفعنا وكانوا موافقين ان هما يتنازلوا على القضايا والمجلس يعد اللي قابليها كان اللي هو سفير نور وبعد ما رفع القضايا ما تكملش استجابة لفكرة ان ما ينفعش ترفع قضايا عم نادي القهل وبرضو ما عملش واحد من اللي رفعين قضايا دول وقابليها كان مختار حسيد استاذ مختار حسيد رحمة الله عليها اللي مات وربي نادي الصحة اللي موجود وبرضو القضايا لم تسفر عن شي لاني كان كل الاجراءات ماشى سليمة الاجراءات مسئولية الجهة الادارية انت مش بتطعن على النادي والمجلس ولا قدرت النادي هي بيغلي يدها لازم الناس تفهم كده الذي يشرف على اجراءات الانتخابات الجمعية العمومية الجهة الادارية وتلت قضاهم ومستشارين يختاروا بطريقة الجمعية العمومية المجلس الاخراني ده بتاع المهانس محمود طاير هو ده تطعن عليه ليه لان تم الاخلال بهذا المبدأ اتشال القضاة والجهة تلت اعضاء من النادي يشرفوا على العملية الانتخابات فده فرصة المرادي ده مش موجود المرادي عايز اقول حاجة لصالح النادي الاهلي وصالح استقرار النادي الاهلي والكلام للجهة الادارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وللجنة الالجنة الالجنة لما حصل عضو النادي لأستاذ وليد الفيل على حكم بادراج اسمه ضمن الكشوف للمرشحين رحب النادي الاهلي تصرف مسؤول جدا رحب النادي الاهلي من منطلق هذا حق للعض رقم اتنين احتراما لأحكام القضاء وده مبدأ ثابت ورقم تلاتة وده المهم جدا تجنيب النادي الدخول في متاهات يدفع الآخرون ثمانة حتى الآن محتملة طبعا لكن اخطر اخطر حاجة اخطر حاجة ولزالت غير مفهومة انتو بادر الجهة الادارية بالطعن واللجنة الولمبية بالطعن الحقيقة ده بس ده بيؤكد على ايه اساذ ابراهيم المسألة ما تخصش النادي الاهلي اللي قال له اساذ وليد الفيل اتعال وعدل القيعي الجاه الادارية قالت له ورقك مش مكتمل مش حقدر اخته خلاص هو اثبت انه استطيع ان يحصل على هذا الورق وكان من الانسب ان جاه الادارية تطالبه باستكمال الورق بعد ما تقبل لانه اذا مين النهاردة اللي حيطعن مش النادي الاهلي ومين اللي حيدار النادي الاهلي اذا قبل لا لا اذا انت دخلت في طعن وعملت العملية الانتخابية ما هذا الخطر بقى تعمل عملية الانتخابية وبعد 6-7 شهور يتم قبول الطعن اللي حصل وتلغى الانتخابات ونرجع تاني لنقطة الصفر هي ده دي الديلمن اللي نادي الزمالك داخل فيها مجلس ضد مجلس وقضية ضد قضية الجاه الادارية رسالة انا صاحب الشأن يا سيدي وانا موافر خلاص انا الامر يعنين انا طيب الجاه الادارية هيعنين انا احلى الشكل ايه اعصد كل موضوع استاذ ابراهيم هي حاجة محيرة كل موضوع في شكل وفي جوهر الجاه الادارية هتبقى ليه هدعو بالشكل النادي الاهلي معني بالجوار لكن اما وانه ده حصل خلاص طيب النادي الاهلي رسالته واضحة جدا مش عايزين حد يبقى له سبب انه يطعن الاحتمال التالت ان ابناء النادي الاهلي خلاص مش هيتعنوا بس اثبته وجهة نظرهم اين كان الموضوع يجب ان تنتهي الامور بنهاية الانتخابات ويجب ان يتوقف التفكير في الطعن والاستمرار في الطعن والاستشكال ضد الطعن ودخل النادي الاهلي في دايلاما في اندية مش عارفة تخرج منها نتمنى هده يعني فكرة ان انا ابحث عن الاستقرار يا جماعة لايحة النظام الاساسي الخاصة بقول لنادي دا دستورو صد وليدي الفيل نفسه قال كده اه قال انا لا اتمنى الطعن قال انا قال لا اتمنى الطعن هو كان متوجس ان النادي لقال يتعم بس النادي لقال قال انا يعني اذا كان لي حق انا مش عايز ذو الوقت يعني حق في استخدام شيء يعني انا عايز استقرار والاستاذ وليد نفسه قال انا ما كنتش معني ان انا اوقف الانتخابات فاجراءتي لم تكن موجهة الى اقاف الانتخابات كانت موجهة الى حصولي على حق الترشح في كل الاحوال استاذ فرهيم جهة ادارية مرشح نادي ابعدوا الاهل عن السكة دي عن السكة دي اللي بيدخل فيها ما بيخرجش لا بي عطلة عطلة واعادة اجراءات وانفاق ونوع من التوتر ينبغي ان يحدث هو في الاخر خلص فكرة الانتخابات دي ايهات فكرة ان الجمعية العمومية صاحبة الحق صاحبة النادي هي بتختار اللي ما تروح بالضبط كل يترشح من وجهة نظرنا دول اللي يديروا نجيب ان نحترم هذا يجيب ان نحترم هذا ببساطة شديدة جدا هي دي جوهر الديموقراطية ان الناس اصحاب الحق هما اللي بيختاروا اي كان بقى ما انا قلتلك انا وانا كان انا وانا كان ما انا كان ممكن اكتب شكوى لساد رئيس الجمهورية وانا وصحت بهذا اللي قال لا ده حق دستوري ما حدش يستبعت بالانتخابات بس جاء بقى ببرقية خلاص النادي يمشي بقى مش حيقف علي انا يعني يعني انما نخلي نجنب النادي هذا الكلام وهو ده الدرس اللي احنا عمليين نستوعبه من كل من كل الجهات بقى انا رسالتي مش تحد اي رسالتي كل جهة كل واحد يعمل دوره صح في استقرار المؤسسات مش النادي الاهلي بس بالضبط بالضبط انت حتى كمان يعني شي رائع جدا ان قانون الرياضة ادى للجامعيات العمومية للاندية وللهيات الرياضية كلها كل واحد يعمل لايحته كل واحد بيعمل اللاحة اللي بتديره فليكن الدور الرئيسي للجاه الادارية سواء كانت لجنة اولمبية او وزارة مرأب التنفيذ للقانون الخاص بكل نادي بس بس بإذن الله لكن انها تواصل ايدي استخلي بقى كل تجربة جديدة تايما بتاخد لها بعض الوقت حتى تستقر وترسخ ويبقى الاليات للناس اللي بتنفذ واضحة جدا قدام بس هي في وقتها الناس بتستسهلها او لا تستشعر الخطر فيها انما بيبقى اللي جاي هو اللي أصحب يعني دا بك دا بك يعني كل واحد اذا كان صاحب حق ياخده اذا ما كانش صاحب عق مؤكد يجنب مؤسسته هذا الكلام الجهة الادارية اللي يعني هس قرار الاندي يجب ان تنظر اللي دا بعين الاعتبار الاساسي الاندي والهيات والمؤسسات هو انت في الاخر طالما انها مش مخالفة القانون بالضبط هي انت اعتمدت نظامها وما فيش مخالفات على هذا النظام عشان كده دايما بيقول لك فيه شكل وفيه جوهر نتمنى الامور بإذن الله تعدي بما يليق بالنادي الالي كل المرشحين ياخدوا زي ما بقولوا يبقى جيم فير بلاي الفرص المتكفئة واللي نزلين المرة دي اذا صدفوا متوفيق هتبقى حاجة جميلة اذا لم يدركوا متوفيق يبقى خدوا خبرات والناس عرفت مين دول ويستطيعوا من خلال العمل التطوعي انهم يقدموا نفسهم تاني ككوادر قادمة كلهم بلا استثناء في اي موقع في اي مكان وقد كان ناس كتيرة ما بتوفقش بترجع تدخل تاني اه اه يعني وهنا يعني حتى بيحضرني النموذج بتاع الاستاذ خالد عبدالقادر هو نموذج رقي جدا صحيح اه وهو ده ده اللي انا اقصد اقوله يعني في الاخر وانت عايز ايه عايز اخدم والله كان نفس اخدم من جوه مش موجود جوه لو احتكتروني الحاجة برا الاساس بريم الكفراوي عامل كده والدكتور الراني عامل كده مثلا دول دول موجودين اي وكانوا حولك شمعنا احنا ما احنا حرين بقى بزبط لكن الالي فوق الجميع بيطبق مش شعار هو مش شعار ولا هو لا يلزم المسؤول فقط اللي كان موجود ده يلزم ابناءه كله حتى المترشحين الجداد يجب ان يعيش وزا الشعار اه نتمنى كل الخير انا بس اللي عايز اقوله للجمعية العمومية اي لابد تيجو اي ما فيش ولا منصب على التسكية دلوقتي اي كل واحد ييجي دافع عن قناعته بالناس اللي نزل الانتخابات اه سواء خارج القائمة او في القائمة استخلصوا من دروس اللي حكينا دي كلها اين تكمن مصلحة النادي الالي مصلحة النادي الالي في مجلس تعبر عن مصالحه يجيد اه التعامل مع بعضه اه يحط الشعار الالي فوق الجميع اه سواء وفق او غير موفق اه هو نبراصه والتزامه الجوهري بش مهندس كنا سعادة بك جدا نهاردة انا اللي سعيد كنت وحشت هنا وانا اشكرك على هذه الصدافة وحشت مالك وكتبة تسكن لنسباك اللي انا مش عارف الصديفة كان عمالة الصديفة هي ماشي تسكن لنسباك ان شاء الله لكن نتمنى كلنا باذن الله اه نعيش يوم جميل شكرا جزيلا شكرا جزيلا للمهندس عدل القيعي كما نشكر حضراتكم على طيب المتابعة وتصبحوا على الفكرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة